بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعن حديثنا عن حرمة النفس الإنسانية أن الله سبحانه وتعالى كرمها وفضلها حيث قال ولقد كرمنا بني آدم كرمنا بني آدم نعم بما فيهم من مؤمن عاصي كافر ملحد فاسق كرمنا بني آدم جميعا التكريم من الله وإذا كان الله قد كرم مخلوقا لا ينبغي لأي أحد مهما كان أن يسلبه هذا التكريم الذي يقدر على السلب والعطاء هو الله سبحانه وتعالى والله قد منح بني آدم هذا التكريم ولقد كرمنا بني آدم فلا يجوز لأي إنسان أن يعتدي على إنسان مهما كان وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات انظروا إلى هذه العناية الإلهية ببني آدم والرعاية وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فضلك على سائر المخلوقات وَسَخَّرَ لَكَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بعد هذا التكريم ينبغي عليك أن تفهم مراد الله فيك وأن الله قد استخلفك في هذه الأرض فإنه قال للملائكة قبل أن يوجدك إني جاعل في الأرض خليفة والملائكة أجابت بهذا التخوف الشديد ربما يحدث من هذا الإنسان أن يسفك الدماء أو أن يفسد في هذه الأرض فقالوا لرب العزة سبحانه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أجاب رب العزة للملائكة عنك أيها الإنسان قبل أن يجدك إني أعلم ما لا تعلمون يعني وضع السقة فيك سبحانه وتعالى فيجب عليك أن تحافظ على هذه السقة والنفس الإنسانية لها حرمة عند الله فقد نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة المشرفة وهي مقصود جميع الناس البيت الحرام الذي قال الله عنه إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين نظر النبي إلى الكعبة رغم حرمتها الشديدة وقال لحرمة المؤمن عند الله أشد من حرمتك حرمة المؤمن أشد عند الله من حرمة الكعبة المشرفة وقد جاء في الحديث من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة بنصف كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ويجيء المقتول يوم القيامة متعلقاً بالقاتل ممسكاً به يقول لرب العزة يا رب سل هذا فيما قتلني لماذا قتلني؟ الاعتداء على النفس الواحدة كالاعتداء على جميع الناس لأن هذه النفس جزء من الكل الله قال خلقكم من نفس واحدة فمن اعتدى على إنسان واحد كمن اعتدى على جميع الناس ومن قتل إنساناً واحداً كمن قتل جميع الناس قال ربنا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها يعني حافظ عليها وقدم لها يد العون وقدم لها المساعدة حتى ولو كان المقصود بالإحياء الإحياء المعنوي ولو بكلمة طيبة فكأنما أحيا الناس جميعاً وقد جاء عمر بن عباسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من معك على هذا الأمر؟ أي هذا الدين من معك؟ قال حر نعبد قال يا رسول الله ما الإسلام؟ أراد ملخصاً عن رسالة الإسلام في كلمتين قال له الإسلام طيب الكلام وإطعام الطعام أن تقول كلاماً طيباً أن تعامل الناس معاملة حسنة وقولوا للناس حسنة وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن طيب الكلام أن تقول الكلام الطيب أن تعامل الناس برفق ولي وإطعام الطعام أن تقدم العون للناس وأن تقدم الحاجة للمحتاجين قال له ما الإيمان؟ قال الإيمان هو الصبر والسماحة أن تكون سمحاً أن تتعامل بالسلام النفسي مع هذا الكون أن تكون متسامحاً ولذلك قال الإمام الشافعي الحمد لله الذي جعل السماحة خير متجر يعني خير ما يتاجر به الإنسان مع الله أن تعفو عن من ظلمك وأن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك نسأل الله أن يفهمنا جوهر الإسلام وأن يفهمنا حقيقة هذا الدين الذي هو دين السلام ودين الأمن ودين التسامح هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته